علاقة التغذية بالجهاز التنفسي قبل أن تشPI لي علاقة التغذية بالجهاز التنفسي أحكي لي سؤال لك نب Ecco قبل الهواء لا هو لم يسئ كل هذا كان تعليق قدمت أن أحكيم لك أحكيم بنشم عن طريق الجهاز التنفس كل هذه علاقة نشم البصل من طريق الجهاز التنفسي حسنا، أرى لك بشكل مبسط ماو العلاقه ما بين الجهاز التنفسي والاغذية التي نتناولها عادة خلال فترة المرض هي تعتبر حالة التهابية للجسم فالجسم يكون بيكون بحالة التهاب بيكون بحالة سبسز فبالتالي الجسم بيكون في عنده نسب عالية من البكتيريا أو من الفيروسات اللي عم بيحاول يتخلص منها هاي الحالة تعتبر حالة طارئة للجسم فبالتالي الجسم ما بيقوم بالعمليات الطبيعية لاستخراج الطاقة بالعكس بيصير يستخدم الكتلة العضلية ليستخرج منها الطاقة لما نحن نستخدم الكتلة العضلية لاستخراج الطاقة للأسف نحن نفقد كتلة عضلية كبيرة خلال فترات المرض فهذا الإشي بيأثر بطريقة سلبية على جهازنا التنفسي لأنه نحن بنحتاج الرئتين يكونوا أقوية يعني فيهم كتلة عضلية جيدة لحتى نحن نقدر نستعيد التنفس بشكل صحيح ونقدر نستعيد صحة الأكياس الهوائية اللي بتكون موجودة عندي بالرئة اللي هي الألفيلعي فبالتالي نحن دايما نقارن ما بين صحة الرئة تبعة الشخص الرياضي مقارنة مع غير الشخص الرياضي طبعا الرياضي بيكون عنده صحة الرئة أفضل بكثير لأنه نحن بنعطي الرئة تشالينجز بنخليها تفوت زي بمعارك لحتى تقدر هاي الرئة تتقاوم كل احتياجاتنا للأكسوجين وتقدر إنها تواكب احتياجات الجسم من ناحية الأكسوجين اللي يظل عندي تطفق الدم شقال فبالتالي الشخص خلال فترة المرض للأسف بيفقت كتلة عضلية كبيرة هذا الشي بيأثر بطريقة سلبية على مع بعض المرض لأنه نحن بنفقت كتلة عضلية أكبر الجسم بيفوت بحالة التهابية سيري أكتف بروتين بيكون عندي عالي وهذا كله بيأثر بطريقة سلبية على صحة جهازنا التنفسي فهي هي العلاقة ما بين لنحكي العلاقة ما بين شو الغذاء بيأثر على صحة جهازنا التنفسي حلو نحن بشكل عام نحن الأغذية اللي بتساعد الجسم منه يتخلص من الالتهاب مثل الفيتامينات ومضادات الأكسديب رح تشتغل على كل الجسم ولما يكون فيه مثلا مرض بالجهاز التنفسي مثلا أكيد رح تساعدنا فإذا يعني إشي بساعد بأي شكل التهاب أو أي نوع التهاب في الجسم رح يساعد إذا فيه نوع التهاب معين أو مرض بالجهاز التنفسي بشكل عام صح هيك الفكرة؟ صح عادة إحنا لما يكون في عندي حالة التهابية بالجسم الجسم بركز بتغذيته على هاي المنطقة فإذا نحن بيكون في عندي التهاب في الرئة فكل الخلايا الدم البيضاء بتروح للرئة لحتى تهاجم هذا الالتهاب الفيروسي أو البكتيريا فبالتالي بتحاول تتخلص منه وكمان بتصير التغذية مخصصة لهذه المنطقة بشكل كبير لحتى نحن نقدر نرجع نعيد بناء الخلايا اللي تدمرت خلال هذا المرض أو اللي تآكلت بسبب الفيروسات والبكتيريا فبالتالي بهاي الفترة هيثم بدنا نركز على ثلاث أشياء أساسية أولا السوائل تعتبر أساس لحتى أنا أقدر أتخلص من الفيروسات والبكتيريا لأنه كل ما بيكون في عندي سوائل أكثر كل ما الجسم بيقدر يتخلص أكثر تفلش أوت باكسنز بيتخلص من السموم الموجودة فيه فبالتالي بيحسن من قدرتنا على التخلص من هذا المرض نعم أفضل رند للمقاطعة بس بالنسبة للسوائل إيش أحسن إيش بعد المي أوكي عادة إحنا بنركز بالسوائل على المي ولكن خلال فترات المرض ممكن الشخص يصاب بالديهايدريشن أو بالجفاف لحتى نحن نعيد ترطيب الجسم ما بعد الجفاف المي لحالها غير كافية إحنا بنفضل المي المدعمة بالمعادن مثل البوتاسيوم، السوديوم والماغنيزيوم اللي بيعززوا امتصاص السوائل عندي بالجسم فعادة إحنا إذا نتطلع على محتويات الريهايدريشن تيرابي واللي هي العلاج اللي يستخدم لحتى نحن نعيد ترطيب الجسم عادة بيحتوي على بوتاسيوم، سوديوم وبالإضافة للماغنيزيوم فإحنا بنركز على الريهايدريشن تيرابي تاني شغلة بنركز عليها هيثم واللي هي كميات صحيحة من البروتين بتغطي احتياجات الجسم اللي عم بتكسر فيه الكتلة العضلية الشخص الصحي بيحتاج ما بين 0.8 إلى 1 جرام من البروتينات لكل كيلو جرام من وزن الجسم ولكن في خلال ساعة حالات المرضية وبالأخص المرض اللي ممكن يصيب جهازنا الرئوي إحنا بترتفع احتياجاتنا للبروتين ممكن توصل 1.6 إلى 1.8 لكل كيلو جرام من وزن الجسم هذا أثناء المرض يعني إحنا تقريبا ضاعفنا كمية البروتين رجال والسيدات بهذه النسبة نفس الأشي طبعا لأنه إحنا لما بنحكي عن 0.6 سوري لما بنحكي عن 1.6 إلى 1.8 جرام من البروتين إحنا بنحكي على كل كيلو جرام من وزن الجسم فبزيد احتياجات الرجال لأن أوزانهم بتكون أعلى مقارنة مع النساء اللي بتكون أوزانهم أقل فبيأخذوا كميات البروتين وتغطي كميات البروتين الأقل أجسامهم طبعا كمان بيأثر الكبار وزنهم على نفس أصلي نسبة الاحتياجات اللي صغار والكبار نفس الأشي لا الأطفال إحنا دائما منخصص لهم تغذية مخصصة فإحنا دائما هلأ بنحكي عن الأعمار ما بين 16 وفوق ولكن تغذية الأطفال بتكون مختلفة وعملية حسابية للبروتينات كمان بتكون مختلفة تماما للأطفال نعم ثالث شغل بنركز عليها واللي هي التركيز على كميات صحيحة من الفيتامينات المعادن ومضادات الأكسادة ونحاول ناخد أشياء بتساعد على تعزيز المناعة الزنجبيل الكركم الثوم البصل الفلفل الأسود كل هاي المواد بالإضافة للحمضيات تعتبر مواد بتساعد على تفعيل جهازنا المناعي وتقليل من حدة الالتهاب الممكن أن نعاني منه حبوب الأوميغا 3 تعتبر رائعة خلال هاي الفترات لحتى نقدر نتخلص من الجذور الحرة اللي عادة بتزيد خلال فترات المرض نعم فنحنا نعطيها نسب أعلى من مضادات الأكسادة وأكيد ما ننسى شغلة أساسية هيثم أنه نحنا نركز على البروتينات سريعة الامتصاص يعني الأفضل أنه نحنا نتناول البروتينات على شكل لبن حليب من ما يكون من اللحوم والدجاج والأسماك طبعاً إحنا ما منلغي اللحوم والدجاج والأسماك ومنركز فقط على الحليب واللبن ولكن النسب بتختلف يعني إذا نحنا باليوم العادي بناخد فقط كوبين من الحليب خلينا خلال فترات المرض نزيد إلى 3 أو 4 أكواب من الحليب أو اللبن سريع الامتصاص لحتى نحنا نقدر ناخد برانش تشين أمينو أسدز أحماض أمينية متعددة التسلسل اللي بتروح بتغذي الكتلة العضلية بشكل مباشر بدون ما حتى إنها تمرأ للكلة نعم فكرة ترطيب الجسم بجوز يعني شبيهة لفكرة ترطيب الجهاز التنفسي نفسها لما يكون في مشاكل في الجهاز التنفسي بتأكيد يعني نحنا بجوز منتجه للمشروبات الساخنة للأشياء اللي فيها ترطيب أحيانا الناس بعملوا خلطات زنجبيل وعسل وكل هاي الأشياء اللي ممكنها تساعد بترطيب الجهاز التنفسي نفسه صح فالترطيب هل يساعد أيضا بتخفيف الالتهاب؟ أكيد هايثم دائما إحنا بنركز خلال فترات المرض على ترطيب الجسم وكمان على الأغذية اللي ممكن تساعد على تقليل من المادة المخاطية اللي بتكون منتجة عندي بالرئة طبعا المادة المخاطية هي للأسف اللي بتتعب الرئة وتأدي إنه الواحد يظل يسعل لحتى يتخلص منها بينتجها الجسم لحتى يقدر يتخلص من الفيروسات والبكتيريا ولكن هي متعبة للشخص فنحن بنحاول أدما بنقدر نبعد عن المواد الغذائية اللي ممكن تهيج الرئة خلال هاي الفترات فبنبعد عن الفلفل الحار بنبعد عن الأغذية اللي ممكن تهيج جهازنا الهضمي اللي بيأثر بشكل سلبي إذا تهيج على جهازنا المناعي وأكيد بالنهاية على جهازنا التنفسي فبالتالي بنبعد عن الأغذية اللي بتهيج جهازنا الهضمي بالإضافة للأغذية اللي ممكن تهيج الميوكوس أو المخاطئ اللي بيكون موجود عندي بالرئة نعم بالنسبة لبعض المرض والريكوفري هل هناك أغذية أو مشروبات ممكن تساعد الإنسان أنه تريكوفر أو مرحلة الشفاء أسرع؟ مرحلة الشفاء إحنا لازم نركز على شغلة يمكن تعتبر غريبة للبعض ولكن لازم نركز على الرياضة الرياضة هي اللي بتساعد أنه إحنا نرجع نفتح الأكياس الهوائية اللي ممكن تكون تدمرت خلال المرض أو أنه إحنا نرجع نصحح أو نصلح الضرر اللي نصابط فيه هاي الرئة عادة إحنا ما بننتبه على طريقة التنفس اللي إحنا بنتنفسها المعظم بيتنفس من البطن وما بيتنفس من الرئة لازم أنه إحنا نركز أنه إحنا نعمل تمارين لمنطقة الرئة أنه إحنا نظلنا نتنفس بشكل عميق نفتح هاي الأكياس الهوائية ونخرج الهواء بشكل كامل من الرئة بالضبط مثل ما هل اللي عم تعمل لحتى إحنا نقدر نتخلص من هاي الضغط الكبير اللي بيكون موجود عندي بالرئة والأفضل كمان أنه إحنا نركز على فكرة هاي ثم بقولك أنه إحنا نتنفس وبعد ما نخلص النفس نرجع ناخد نفس صغير هذا النفس الصغير لسه برجع بيعمل ريبوم برجع بيعبي الأكياس الهوائية أكثر فبالتالي بنشطها وبفعل أكثر عندي جهازي يعني إذا هو تحفيز للرئة لحتى ترجع عنها تشتغل؟ مئة بالمئة وهذا التحفيز لازم أنه يكون بتركيز عشان إحنا نحاول نعكس من فكرة أنه إحنا نتنفس من منطقة البطن ونركز على التنفس من منطقة الرئة هذا يعتبر أحد أهم العلاجات للتخلص من الفيروسات والبكتيريا نعم جميل جداً هل على بالآخر يعني رند على النقيض هل ممكن أغذية أنها تساهم بأنه الحالة تزداد شوء؟ طبعاً السكريات للشوكولت بالأخص خلال فترات المرض يعتبر بيئة ملائمة جداً للبكتيريا والفيروسات إنها ترجع تنمو وتتكاثر بسهولة السكريات بتعطي مصدر سريع جداً للطاقة لأجسامنا وكمان للبكتيريا فبالتالي البكتيريا بتصير تتغذى أسرع وبتصير تنمو أسرع فيه شغلة أساسية إحنا لازم نتبعها إنه نحنا خلال فترات المرض نحاول نبعد عن الأشياء الحلوة ونركز أكثر بغذاءنا على الأشياء المالحة يعني إذا كنا متعودين إنه على وجبة الفطور يكون فيه خبز أبيض أو يكون فيه حبوب الفطور المالحة الأجبان الألبان البيض بالإضافة للخبز الأسمر كمان طبعاً على وجبة الغداء ووجبة العشاء ونستثني فكرة الشوكولاتات والحلويات نهائياً والسكريات خلال هذه الفترة وتكون فقط السكريات اللي نحنا عم ناخدها من الفواكه والأفضل إنها تكون فواكه ذات مؤشر غلايسيمي منخفض يعني إنه نحنا نركز على التوتيات الحمضيات بالإضافة على الخضروات أكثر من ما نركز على الفواكه اللي بتعطيني نسب عالية من السكر مثل المانغا أو الموز نعم جميل جداً أشكرك كارن جزيل شكر شكراً لإلك معلومات أهمة شكراً شكراً